قبل بس ما أستقبل ضيوفي بمناسبة أن أنا عايز أتكلم عن محمد صلاح تحديدا خلوني بس الأول أعرض تصريحات مهمة جداً لها بعد المباراة ولازم نقف عندها شوية تعالوا نروح نشوف هذه التصريحات ونرجع نكمل مقدرش أقول الفوز الآخر اللي إحنا حاولنا نكسب من أول ماتش لكن أنا عارف أن الفوز صعب ومتأخر بس برضو لازم ندي العيبة حق أهل مجهود اللي بزلوا الماتش كله لا يوجد حاجة كثيرة ممكن أقولها غير أن أنا ببارك للعيب على الفوز وببارك للجمهورنا والناس في مصر كلها أعتقد أننا غيرنا المدير الفني منذ ثلاثة أو أربعة شهور فقط وبالتالي هو لم يكن هنا منذ فترة طويلة لدينا لعبون جدد لا أعرف كم لاعب منهم بدأ مباراة اليوم ويلعب للمرة الأولى في بطولة كبيرة مثل أمم إفريقيا هذا أمر صعب دائما ينضم لنا لعبون جدد طوال العشر سنوات الماضية وهذا أمر صعب أيضا على كل مدرب الناس تغضب عندما أقول أننا يجب أن نغير عقليتنا لكن سأقولها مرارا وتكرارا يجب أن نتغير لنواصل اللاعب لأكثر من عشر أو اثنتين عشرة سنة لا يوجد الآن سوى ثلاثة أو أربعة لاعبين فقط يلعبون مع بعضهم في المنتخب منذ فترة وهذا لا يكفي يجب أن نقاتل من أجل هذه البطولة كما ترون هي بطولة صعبة كل الفرق تلعب بمستوى كبير والآن في إفريقيا معظم المنتخبات لها لاعبون يلعبون في الدوريات الأوروبية وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة يجب أن نؤمن بأنفسنا وأن نقوي عقليتنا ونرى إلى أي مدى سوف نصل في النهاية طيب ده كان كلام كابتن محمد صلاح لدينا لعبين جدد الحقيقة وكل هؤلاء اللاعبين ما لعبوش مباريات كافية علشان مع المنتخب الوطني هو بيقول كده كل سنتين بيجي ناس جديدة الحقيقة أنا عايز أتوقف عن هذا الأمر لأنه من وجهة النظر أن محمد صلاح دايما بيتكلم بيها أنه لازم يبقى في مجموعة كبيرة من اللاعبين متجنسة وعارفة بعضها وإحنا كسبنا ستة وثمانية وعشرة إزاي يعني فكر حضرتك برضو في الكلام اللي بيقوله محمد وهو قال كده برضو أن الناس بتزعل لما بيقول أنه لازم يبقى فيه تغيير في المنتالي بتاعتنا وهو قال برضو أنه لازم يقول الكلام ده تاني وتالت افتكر كده 2006 و2008 و2010 إلا حصل هم مجموعة من اللاعبين كانوا موجودين فضلوا فترة طويلة جدا مع بعض من 2006 و2005 و2006 معهم طبعا الجيل بتاعناد الأهل العظيم وجيل بقية الأندية وكل الناس لكن في الآخر من 2006 أو 2005 لغاية 2010-2011 هذا الفريق أو هذا المنتخب مع بعضه هم هم القوام الأساسي 10-12-15 لعيب هم هم بيحصل خرج عمر زاكي دخل جده خرج بركات دخل فلان خرج إبراهيم سعيد دخل عبد الظاهر خرج عبد الظاهر دخل فلان خرج حسام حسن دخل ميده هو ده لكن الباقي أبو تريكا على زيدان على مجموعة اللاعبين اللي موجودين الحقيقة وخدوا البطولات دي وعملوا هذا الجيل الرائع من اللاعبين على هاني سعيد على سيد معوض على أحمد بقية الناس اللي موجودة كلها أحمد فتحي حسني عبد الرب محمد شوقي أحمد بقية اللاعبين كلهم أسماء تعرفهم هتقول اللي في 2006 هم هم فيمكن محمد بيكلم في هذا المنطلق إن احنا عايزين مجموعة تبقى موجودة مع المنتخب تكمل على الأقل خمس ست سنين محمد بيتكلم في هذا الأمر وقال إنهما الناس عرفت تلعب كرة قدم في 2006 و2008 العالم كله تكلم عن منتخب مصر في 2008 و2009 و2010 لما فاز بالبطولة التالتة على التوالي البطولة كأس الأمم الأفريقية التالتة على التوالي وبأداء رائع ومجموعة تقريبا هم هم من اللاعبين اللي قدروا باستثناء بعض اللاعبين اللي دخلوا وطلعوا ففي الآخر خلينا نسمع كلام بعض خلينا نبقى هاديين كده وإحنا بنتكلم وبنسمع كلام بعض خلينا نبقى هم من اللاعبين خلينا نبقى هم من اللاعبين